اشتركوا في القناة في لقاء موسع بطرابلس الكبير يتفق مع الدبيبة والمنف على ضبط الانفاق العام ووضائلية للإفصاح عن مصروفات الحكومة وهيئة المفقودين تستخرج 184 جثمانا من مقبرة مرتوبة وتعيد دفن أكثر من 100 بمقبر الفتايح بعد أخذ عينة منها اهلا بكم إلى التفاصيل قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي أنه استعرض تطورات السياسية مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جانلا كالبيريني في إطار المشاورات مع أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في ليبيا إلى ذلك أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالا ورئيس حكومة الوحدة عبدالحميد دبيبا أكد ضرورة دعم جهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي من أجل الوصول إلى الانتخابات وفق قوانين عادلة ونزهة حراك أممي وغربي واسع ينتظم عنوانه العريض دفع المسار السياسي نحو الانتخابات كان آخره حتى الخميس الماضي لقاء المبعوث الوامي عبدالله باتيلي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبا الذي أكد قبوله بالحوار الهادف للوصول إلى الانتخابات وفق قوانين عادلة تنهي المراحل الانتقالية فضلا عن مناقشة باتيلي مع دبيبا الوقوف على التحضيرات لعقد اجتماع الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة باتيلي الذي رحب بقبول دبيبا حضور الاجتماع وتسمية مندبين عنه أكد لرئيس الحكومة أن البعثة تواصل مشاورات واللقاءات مع الأطراف الأخرى لأجل الانخراط في توجه الأمم المتحدة وهذا الترحيب الأممي يقبل تفسير النبات ليعمل على تسريع خطواته لحشد جميع الأطراف المعنية للوصول إلى حلول سياسية تجد القبول من جميع الفاعلين في المشهد وفي المساعي ذاتها شدد المبعوث الأممي والسفير البريطاني لدى ليبيا مارتن لونغدن على الحاجة الملحة إلى دعم قوي وموحد من المجتمع الدولي لكسر الجمود السياسي من خلال ترسيخ مسار واضح نحو انتخابات ذات مصداقية من زاوية أخرى فإن السفير الأمريكي ريتشارد نورلند كان هو الآخر قد انطلق من شرق البلاد إلى غربها للقاء رئيس المجلس الرئاسي ومجلس الدولة ثم المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي وانتهاء برئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة محليا فقد اجتمع رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالا ورئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة على ضرورة دعم جهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي من أجل الوصول إلى انتخاباته وفق قوانين عادلة ونزهة وبالنظر إلى تحركات باتيلي ونورلند الذين أبديا خلال لقائهما في طرابل استوافقا حول ضرورة حل القضايا السياسية العالقة عبر الحوار والتنازلات دون الكشف عن مهية هذه التنازلات والطرف المطلوب منه وفاؤها يبقى تساؤل عن جدوى هذا الحراك وإمكانية أن يثمر نتائج ملموسة وعجلة تصنع تحولات في تعقيد المشهد السياسي بالبلاد وتسريع الخطى نحو الانتخابات أم أن هذا الحراكة هو مساع جادة ولكن طموحات وشروط الفرقاء الليبيين تسد آفاقها قال سفير الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا نيكولا أورلاندو أن الاتحاد جمع عددا من أصحاب المصلحة الليبيين من جميع أنحاء البلاد مع عدد من الخبراء الدوليين لتوضيح الرؤية الليبية للمستقبل وأضاف أورلاندو أن الأسبوع الماضي شهد مبادرات وحوارات مكثفة وناجحة ممولة من الاتحاد الأوروبي عبر برنامج بناء الجسور من خلال إصلاح قطاع الأمن وأضح أورلاندو أن تنظيم المنتدى الثاني للقوى السياسية والمدنية الليبية تم بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع جامعة لويس في روما لدعم العملية السياسية اتفق قادة وأعضاء حرك سبع عشر من فبراير مع كتلة الخمسين بالمجلس الأعلى للدولة اتفقوا على أهمية وجود حكومة موحدة تشرف على الانتخابات خاصة بعد الجمود السياسي الأخير وما سموه الفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة جاء ذلك خلال اجتماع الطرفين في مصرطة بحضور أعيان وحكماء وشخصيات سياسية واجتماعية بالمدينة حيث أوضح عضو الحراك إبراهيم بن غشير للوفد النيابي أهداف الحراك للإصلاح ومقاومة الفساد ودعم سيادة القانون تمر حدث رائع جداً وهو الحراك الشعبي والتواصل ما بين مؤسسات الدولة الرسمية والتشريعية مع الحراك الشعبي لتصحيح المسار والوصول إلى انتخابات وتوحيد البلاد ووقف العبط والفساد الذي يحدث الآن واستعادة سيادة الدولة الحقيقة ونشعر بالفخر الحقيقة في تواجدنا هنا في مدينة مصرطة مدينة السبود وإن شاء الله نكون نحن يد واحدة لتصحيح المسار والوصول إلى انتخابات قريبة في أقرب ووقف إن شاء الله نحن نسعى إلى توحيد الصف وجمع الكلمة ونتمنى أن نصل إلى حل يعني يصلح لليبيا وتكون ليبيا دولة مستقلة يكون فيها الدستور والقانون هو الذي يحكمها ويكون فيها تداول سلم على السلطة وتكون الكلمة العليا للليبيين في شأنهم كله سواء كان في تعيين الحكومة سواء كان في انتخابات سواء في أي أمر نظم مكتب الإدارة الانتخابية طبرق بالتعاون مع منظمة الوفاق لحقوق ذوي الإعاقة نظم جلسة تعريفية بكيفية التسجيل في سجل الانتخابات البلدية لو قال رئيس قسم التدريب بالإدارة أبو بكر عبدالله للإحرار إن الجلسة ركزت على تعريف هذه الشريحة بكيفية التسجيل في سجل للناخبين عبر شرائح الاتصال الشخصية بعد ربطها بالرقم الوطني للناخب بالنسبة للجلسات هذه مش هتكون آخر جلسة طبعا الجلسة هذه هي استكمالا لعدة جلسات نستهدف منها عدة شرائع سواء كانت اتحاد العام للطلبة سواء كانت موسات المجتمع المدني سواء كانت تعريف للناخبين بالمجمل العام الجلسة هذه كانت بمعنى بطريقة التسجيل للتعريف إن كيف يتم المواطن يساجلوا في الفرق ما بين إنه مقيم ومقيد وإنه مقيم غير مقيد أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة ومحافظ مصر في ليبيا المركزي الصديق الكبير خلال لقاء الخميس أكد المجتمعون ضرورة وضع الضوابط اللازمة للإنفاق العام خلال العام الجاري كما ناقشوا ضوابط المبالغ المخصصة لدعم المحروقات بدوره شدد المبعوث الأمريكي لدى ليبيا بريشارد نورلند خلال لقائه بالمحافظة صديق الكبير على أهمية النزاهة التكنقراطية واستقلالية مصر في ليبيا المركزية يبدو أن الملف السياسي ليس وحده الذي يشغل تحرك الولايات المتحدة الأخير في ليبيا حيث أكد الوفد الأمريكي برئاسة المبعوث ريتشارد نورلند في لقاء مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحة بن جدارة أن المستقبل ليبيا الاقتصادي يعتمد على قطاع الطاقة مشددا على ضرورة المحافظة على الإنتاج وتنميته من مؤسسة النفط إلى المصرف المركزي يأكد الوفد الأمريكي في لقاء مع المحافظة صديق الكبير أهمية نزاهة واستقلالية المصرف والحاجة إلى منظومة موحدة لتخصيص العرادات العامة لفائدة الليبيين مثل اللجنة المالية العليا التي تم تشكيلها السنة الماضية والتي يرأسها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ولمناقشة ضوابط الأنفاق الحكومي للعام الجاري وضوابط دعم المحروقات وإعادتها إلى معدلاتها الطبيعية لتحسين ظروف المواطنين تزامنا مع اقتراب شهر رمضان المبارك ترأى سلم نفي اجتماعا بمقر مصرف ليبيا المركزي بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وعدد من المسؤولين ومع نهاية الاجتماع أكد هؤلاء ضرورة ضبط الأنفاق العام للدولة والتركيز على البرامج التنموية والإفصاح عن كافة المصرفات الحكومية في أبواب الميزانية ومتابعة أعمال اللجنة المشكلة لتقديم بدائل لدعم المحروقات وتحديد الأحتياجات الفعلية منه باعتباره الملف الأهم وفق ما نقلته حكومة الوحدة الوطنية محافظ المصرف من جهاته لفت إلى أن رصيد الاعتمادات المستندية لتوريد المواد الغذائية يصل إلى أربعة مليارات دينار وقال أنها ستسهم في توفير السلع الأساسية خلال شهر رمضان مؤكداً ضرورة قيام وزارة الاقتصاد وجهاز الحرس البلدي بالمهام المناطة بهما واستمرار التنصيق لتوفير احتياجات المواطنين وهنا يرى بعض المختصين أن هذا الاجتماع يحمل دلالة اقتصادية للرأي العام وجاء في وضع متأزم عن رفض الشعبي لمسألة رفع الدعم عن المحروقات وارتفاع معدلات التضخم وأسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدنار الليبي واعتبروا أن ذلك يمكن أن يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة من جديد وبالنظر إلى كل الموشرة السابقة لا يبدو أن حل المشاكل الاقتصادية وزيادة حجم الأنفاق الحكومي وسط احضرات داخلية وخارجية من الاستمرار على هذا المنوال لن يتم عن طريق رفع الدعم عن المحروقات أو غيرها حيث يشدد مراقبون على ضرورة إيجاد تغيير هيكلي في اقتصاد الدولة يكون مسبوقا بتغيير سياسي بحث محافظ مصر في ليبيا المركزية صديق الكبير مع رئيس هيئة الإشراف والتنظيم المالي بتركيا شهاب باقوج أغلو بحث زيادة التنسيق والتعاون بين الطرفين ونقش لقاء الذي عقد باستنبول معالجة ملف خطابات الضمان القائمة لصالح الأجهزة الليبية المنفذة لمشروعات التنمية مع الشركة التركية بحسب بيان مصر في ليبيا المركزية هذا وناقش المحافظ صديق الكبير مع سفري مالطا لدى ليبيا تشارلس صليبة مستجدات عملية توحيد مصر في ليبيا المركزية جاء ذلك خلال لقائهما في طرابلس حيث بحث أيضا استعداد البنوك في مالطا للتعامل مع البنوك الليبية بدوره أكد سفر المالطي رغبة شركة بلاده في العودة لاستئناف نشاطاتها في ليبيا للمشاركة في المشاريع المختلفة وفي قبر أخر قدمت الولايات المتحدة الأمريكية دعما بقيمة أربعة ملايين وخمسمائة ألف دولار لمطار سبهة لتمكنه من توسيع عملياته كمركز للطيران وتعزيز الاستقرار في الجنوب جاء ذلك خلال اجتماع المبعوث الأمريكي بريشارد نورلند ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي مع وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي خالد سويس الجمعة لتأكيد دعم الولايات المتحدة لقطاع الطيران المدني الليبي عبر برنامج أمن الطيران والمطارات التابع لمكتب مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأمريكية كما أشارت السفارة إلى أن هذا المبلغ يرفع إجمالية القيمة المخصصة من الولايات المتحدة لأمن المطارات في ليبيا منذ عام 2018 إلى 20 مليون دولار إلى درنا حيث أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين الخميس استخرج 184 جثمانا مجهولة الهوية من مقبرة مرتوبة في مدينة درنا وأوضحت الهيئة أن فرقها أخذت 110 عينات حمض النووي من جثمين مجهولة الهوية وذلك لمعرفة هويتها إلى جانب التكفين ودفن 110 جثمين مجهولة الهوية بمقبرة شهداء درنا بعد إتمام الجوانب الشرعية والقانونية موسيقى هذا وأعلنت مديرية أمن شحات الخميس العثور على جثة مجهولة الهوية بدون رأس بدت عليها آثار التحلل قبالة أحد الشواطي بمدينة سوسة وأوضحت المديرية أن قسم البحث الجنائي بالتعاون مع الهلال الأحمر فرع شحات قاموا بانتشال الجثماني ووضعه في مستشفى قورينا التعليمي لاستكمال باقي الإجراءة القانونية المتبعة وعرضها على الطبيب الشرعية إلى ذلك تشهد درنا محاولات عدة لإعادة الإعمار رغم قلة الإمكانيات وغياب التنسيق في ظل حالة الانقسام في البلاد حيث شرعت عدد من الشركات المحلية في استكمال مشروع ألفي وحدة سكنية الذي بدأ العمل به عام 2006 بمدخل مدينة درنا الغربي لتخفيف من أزمة السكن بالمدينة نشاهد هذه الصور لجزء من الدمار الهائل الذي خلفه نهيار سد وادي درنا إلى جانب مئات القتلى والمفقودين ناهيك عن المشردين الذين أصبحوا بلا مأوى ورغم الوعود والمؤتمرات التي عقدت حول إعمار مدينة درنا والمناطق المتضررة والتي مر عليها وقت طويل ولم ينجز منها شيئا وسط المدينة فإن هناك مشاريع يراها البعض النواة الأولى لعودة الحياة مجددا إلى المدينة مشروع ألفين وحدة سكنية الذي بدأ العمل به منذ عام 2006 بمدخل مدينة درنا الغربي كانت نسبة الإنجاز فيه قد وصلت لنحو خمسين بالمئة إلا أنه توقف فور اندلاع ثورة فبراير عام 2011 واليوم وبعد 13 عاما تتسلم عدد من الشركات المحلية هذا المشروع لاستكماله لعله يخفف ولو قليل من أزمة السكن بمدينة درنا أكثر من 16 شركة محلية شرعت في استكمال هذا المشروع الضخم وتعهدت بتجهيزه والانتهاء منه بالكامل خلال بضعة أشهر كما عمدت هذه الشركات لتشغيل عدد كبير من شباب مدينة درنا من مهندسين وفنهين ومشرفي مواقع وسائقين وذلك للتخفيف عن أهالي المدينة ومحاولة لدفع الشباب للعودة إلى سوق العمل وذلك بعد أن انهارت الحركة التجارية بالمدينة عقب الكارثة خطوات بدت جادة والعمل يسير بخطى سريعة وأمال يعقدها أهالي المدينة على استكمال هذا المشروع الإسكاني وغيره لعله ينتشر المدينة من بين الركام وتعود درنا زاهرة كسابق عهدها أفدى مدير إدارة ثروة الحيوانية البيضة الجبل الأخضر صالح بومباركا بأن عدد الأبقار المصابة بمرض الجلد العقدي خلال الثلاثة أشهر الماضية تجاوز تسعمائة إصابة كما نفق أكثر من مائة رأسة هذا وناشد بومباركا في بيانا له كافة المسؤولين بدعم الإدارة ومكتب الصحة الحيوانية والتدخل العاجل والسريع للسيطرة على المرض وتوفير المبدات الحشرية والمطهرات وآلات الرش للسيطرة على المرض خوفا على حياة المواطن في حال تناوله لحوما قد تكون مصابة مبينا أنه منذ إعصار دانيال لحظة زايد الأمراض للمواشي والأبقار بحسب نص البيان رفضت محكمة العدل الدولية طالب الاحتلال الإسرائيلي رد القضية المرفوعة ضدها من قبل جنوب إفريقيا فيما يتعلق بالإبادة الجماعية التي يرتكبها جيشها في قطاع غزة وأضافت المحكمة في جلسة لها بلاهاي الهولندية أن على إسرائيل تأكد من أن جيشها لا يقوم بأي انتهاكات في قطاع غزة مشيرة إلى أن الحكم يفرض التزامات قانونية دولية على إسرائيل وأنه يترتب عليها ضمان الاحتياجات الإنسانية الملحة في غزة بشكل فوري وبحسب المحكمة فإن الشروط متوفرة في الدعوة التي قدمتها جنوب إفريقيا لتقبل فرض تدابير مؤقتة تمنع شبهة وجود إبادة جماعية في غزة أنقذت منظمة أطباء بلا حدود 68 مهاجرا غير نظامي قبلة السواحل الليبية من بينهم خمسة أطفال وامرأة حامل كانوا على متن ثلاثة قوارب غير صالحة للإبحار وقالت المنظمة في بيانا لها أن خمسة مهاجرين رفضوا إنزالهم وبقوا على متن القوارب المصنوعة من الألياف الزجاجية مشيرة إلى أن هذا الوضع مثير للقلق وفق تعبيرها قامت الدوريات الصحراوية التابعة للقطاع الأمني الحدودي بالعسى الجمعة من ضبط عدد من المركبات الآلية المعدة لتهريب الوقود وبحسب وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية فإن كمية الوقود التي على متن المركبات تقدر بحوالي عشرة آلاف لتر من البنزين حيث قامت الدوريات التابعة لجهاز حرس الحدود بضبطها تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية المكلف بشأن مكافحة ظاهرة التهريب أطلقت جمعية نمى الأعمال الخيرية مشروعها تحت عنوان خطوات آمنة لدعم الحرف والقطاع الخاص وذلك بهدف تمكين حوالي ستين شابا وشابة من المهارات المهنية في عدة مجالات حرفية جاءت هذه البادرة البادرة برعاية منظمة ممكن وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبالتنسيق مع مكتب الشباب ببلدية كيكلا نشاهد خطوات آمنة لدعم الحرف والقطاع الخاص عنوان اختارته جمعية نانا مارن الخيرية لمشروعها الجديد الذي أطلقته ببلدية كيكلا في خطوة تهدف إلى تعزيز فرص العيش عبر تمكين حوالي ستة وستين شابا وشابة من المهارات المهنية كمصدر لدخل فعال لهم من خلال الدفع بهم إلى سوق العمل وذلك برعاية منظمة ممكن وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتنسيق مع مكتب الشباب ببلدية كيكلا نحن كان بلدية ندعم هذه المنظمات والشباب بحيث ندعم ممكنهم من يبدلوا جهد بخبرة وعالية للدخول إلى سوق العمل سواء كان العمل الخاص أو العمل العام حوالي ستين شابا وشابة ممن التحقوا بالمشروع التدريبي توزعوا على أربع دورات تدريبية في مجالات الطبخ والتجميل وصيانة المكيفات والكشف عن أعطال السيارات والتي استمرت على مدار خمسة أيام بين النظري والعمل تحت إشراف فريق متخصص المشروع هذا يدعم الشباب والشابات في بلدية كيكلا في أربع حرف المهنة الأولى أو الحرفة الأولى هي حرفة أساسية فن المكياج والتجميل الحرفة الثانية وهي صناعة الكيكات والطرطات وتزيينها والمهنة الثالثة هي الكشف عن أعطال السيارات بالكمبيوتر والرابعة تبريد وتكييف منازل اهتمام كبير توليه جمعية نانا مارن لمثل هذه المشاريع لدورها الكبير في تمية قدرات الشباب وخلق فرص عمل لهم إذ لا يقتصر الأمر على التدريب والتأهيل فقط بل توفير بعض المعدات والاحتياجات التي من خلالها تمكنهم من إطلاق مشاريعهم الخاصة عكسا وكساد مسرحية تعرض بعد سنوات من الانقطاع بدار العرض في العجيلات لفرقة الزاوية للمسرح وبإشراف الهيئة العامة للخيالة والسينما والمسرح بحضور متواضع على أمل عودة الحركة الفنية الجدية في المنطقة وليبيا عامة بعد غياب ها هي بعض المحاولات الخجولة لإنعاش المسرح في ليبيا تعود من جديد من خلال فرق شكلت حبا في هذا المجال على أمل إيجاد دعم فعلي من قبل الجهات المعنية في ليبيا الفترة الماضية كان فيه عزوف كبير على المسرح ما فيش ناس يعني يجي المسرح ما فيش مسرحيات تدار ولكن الحمد لله في هذه الفترة عودت المسرح في ليبيا ولكن ما زال فيه عزوف لأن الناس ما زالت ما هيش متعودة على حاجة اسمها مسرح فرقة الزاوية للمسرح تقدم عرضا على خشبة مسرح العجلات بحضور متواضع عرضا كانت فيه إسقاطات على الواقع المعاشي بعمل حمل عنوان عكس وكساد وهذا هو المسرح منبر أعلامي يطرح لقضايا أعطيني مسرحا أعطيك شعبا بصدق الشخصيات كل كان في المستوى وكان فيه حتى تنافس شريف على خشبة المسرح ودائما المسرح في ليبيا منعش ومستمر ويحيى المسرح بمشاهد تنثلية تبعث رسائل تؤكد قدرة المسرح على رسم صورة تجسد أمل وألم الناس فقد اختار هؤلاء اختصار الواقع على خشبة المسرح في أعمال تحاكي الحياة اليومية نظمت المنظمة الدولية للثقافة والرياضة رحلة سياحية إلى عدد من المواقع الأثرية والسياحية بمدن كيكلا والقلعة ويفرنة وشارك في الرحلة مجموعة من العائلات في خطة تهدف إلى التعريف بالمعالم الأثرية والتاريخية التي تشتهر بها منطقة شبل نفسة التفاصيل في سيق تقرير التالي هنا بزاوية أبو ماضي بمدينة كيكلا حطت رحلة المنظمة الدولية للثقافة والرياضة رحالها لتبدأ مغامرتها السياحية رفقة العديد من العائلات الليبية من طرابلس وترهونة وغريان ضمن رحلة سياحية تهدف إلى لفت الأنظار إلى المناطق السياحية والتعريف بالمعالم الأثرية والتاريخية المنتشرة في منطقة جبل نفسة كل زياراتنا نحاول من خلالها نهني نبرز ما تمتلكه ليبيا من كنوز في السياحة في المعالم الأثرية ودعوة حتى برأس أعلميين دعوة لكل الناس المهتمين أو على رسل سلطة يهتموا بالسياحة لأن ليبيا هي كنز سياحي غير عادي ما تقدرش تطوص صياني قرية تاجر بوست وعين أملم صبيح وقرية بوموسي والمدينة القديمة في القلعة هي أبرز محطات رحلة المنظمة الدولية للثقافة والرياضة التي استمرت ليومين تعرفوا فيها على التراث الثقافي الطبيعي والمناظر الطبيعية لهذه المنطقة الجبلية التي لطالما كانت وجهة السياح المحليين وكذلك الأجانب فكرنا أن نطوروا ونعرفوا السياحة داخل الجبل الغربي في رحلتنا الثانية هذه اليوم انطلاقاً من مدينة كيكلا مدينة التاريخ والحضارة لتعارفنا لمدينة اليوم بزاوية الماضي ثم الذهاب لخسر الزوحيش ثم لخسر أبو موسى لنعرفوا الناس على السريخ والسياحة والتراث تزخر مدينة كيكلا بعدد من المعالم الأثرية التي تروي قصصاً تحاكي أحقاباً زمنية مختلفة مرت بها المنطقة على مدى التاريخ والتي شنف بها العم محمد الحامي أحد معمري المدينة أذان المستمعين بالحكايات والأحداث التي عاشها بهذا مشاهدنا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة وهذا تذكيراً بأبرز عنوينها لكسر الجمود السياسي باتيلي ونورلاند يكثفان اللقاءات بالأطراف المحلية والدولية والدبيبة وتكالى يجددان دعم مبادرة البعثة في لقاء موسعاً بطرابلس الكبير يتفق مع الدبيبة والمنف على ضبط الإنفاق العام ووضع آلية للإفصاح عن مصروفات الحكومة وهيئة المفقودين تستخرج 184 جثماناً من مقبرة مرتوبة وتعيد دفن أكثر من مئة بمقبرة الفتايح بعد أخذ عينات منها المزيد من التفاصيل مشاهدين تفاضلوا بزيارة موقعنا على الإنترنت لبقية منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي شكراً لكم على طيب المتابعة دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة